بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام ورسول الله. اما بعد. عزيزي طالب السلام العامة اهلا وسهلا بك. ده فيديو جديد من فيديوهات سلسلة ازاي افرق به. طبعا لو انت اول مرة تسمعني في السلسلة دي هدف منها ان اجيب لك جمبتين تلاتة. والجمل دي بيكون في مشكل شكلها كده شكل بعضيها واحنا بنطلعبط فيها. الهدف انك بقى تفهم ازاي نستخدم دي او امتى نستخدم دي وامتى لاستخدم دي بحيث الامور تبقى ماشية معاك تمام? لو انت اول مرة تسمعني او مش مشترك في القناة يا ريت تنزل تحت كده تعمل سبسكرايب او تعمل لايك للفيديو وتشاير الفيديو مع زمايلك وما تنسناش من دعاء وادعواتك الجميلة. تعال كده نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. هو ايه الفرق يا مستر بين كلمة وبين كلمة عايزك تاخد بالك وتفهم حاجة كويس جدا وهي ان انا بستخدم في اخر جملة الاسبات. وبستخدم في اخر جملة النافع. طيب يا مستر اي يعني اي جملة منفية استخدم في اخرها هقول لك لا اخد بالك من اللي هقول لك عادة كويس. رقم واحد. في جملة زي دي. لو انا قلت لك مسلا هي يعني زي ما انت فاهم يعني يحضر. يعني 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 برضو نفس القصة هنا في الحالة دي انت بتقول اهو ما حضرش الاجتماع. وانا برضو ما حضرتش الاجتماع. كلمة برضو كلمة ايضا دي في الجملة دي هتكون طيب هتقول لي لي ما اخدش هقول لك لا الجملة دي مدام منفية. مدام في الجملة الاورانية منفية. ما في. والتانية برضو ما في. فتستخدم مين في اخر الجملة? تستخدم ايزر. عايدك تفهم كده وهقول لك عليها عشان احتاجها منك بعد كده. لو انت معاك جملتين منفيين خد في اخرهم بمعنى ايضا. ركز في الكلام ده كده ايزر هنا معناها ايضا. طيب نفترض انه عايد استخدم هقول لك يا سيدي بص بابايا عنده عربية رونه احمر. هنا بقى هنقول طيب ليه هنقول عشان معناها ايضا. طيب ما كان معناها ايضا. هقول لك بص حط النوعة على الحروف افهم ثم احفظ. افهم ان ايزر بجيبها بمعنى ايضا لو الجملتين منفيين كلمة برضو بجيبها بمعنى ايضا ولكن لو الجملتين مسبتين. عند هاز هنا يمتلك مثبتها وهاز برضو في الجملة التانية معناها يمتلك ومسبت. ازا قبل مقلل الصفحة دي اقول تالت ان تو باستخدمها في اخد الجملتين المسبتين بمعنى ايضا. وكلمة ايزر باستخدمها لو الجملة معناها لو الجملة منفية بمعنى ايضا. برضو ايضا. طيب. في فكرة تانية بقى ممكن تقول لك بطني. بص عليها كده معي. لو انت عايز تقول مسلا في جملة ان هي عدت الساعة العشرة وانا كمان جيت الساعة عشرة. هتقولها ازاي? هتقول شي كيم. وبعدين المفروض بقى الجملة التانية هتكون معناها وانا ايضا. افهم كده بقى معايا كده. على هامش الصغير ده هنا. لو انت عايز تقول وانا ايضا. والجملة دي مسبتة هنستخدم سو مساعد فاعل. يا رب يكون الكلام ده واضح قدامك. سو مساعد فاعل. ده لو الجملتين زي ما انا عمل لك كده موجب يعني مسبتين. طب لو الجملة لو الجملة منفية فهنستخدم اكيد نيزر. وبرضو نفس القصة مساعد واعلين فاعل. طب ما تديني يا مثلة كده هقول لك يا سيد. الجملة اللي قدامي دي بيقول لك شي كيم اتن. الجملة كده مسبتة لمنفية لا مسبتة. طيب هو اللي انا عايز اقوله ايه بالعربي? انا عايز اقول لك هي جاءت ساعة العشرة وكزلك انا. وكزلك انا جئته. مسبت لمنف ده مسبت. مسبت تماما انت قلتيني في المسبت ناخد سو. انت قدامك تلات طرق تستخدم بهم سو دي. اول واحدة انك تحط نقطة وتقول سو والله كيم ماضي فاناخد فعلي مساعد دد. انت عايز تقول وكزلك انا يعني هقول سو دد اي. دي الطريقة. الطريقة التانية اكتعمل كما. وتجيب برضو سو. وبعدين دد. وبعدين اي. طب الطريقة التالتة بقى يا سيدنا ان احنا نقول اند سو دد اي. هاخد خط كده واجيب بالاول. بص معايا كده هنقول لها هنقولها هنعيده مرة واتنين واتنين واتلاتة بس ياريت ما تعديش فيديو غير لما تفهمه. وهو برضو ما تعديش فيديو غير لما تعمل لايك. اول حاجة عايز لك تفهمها كده انك لو انت معاك جملة مسبتة وعايز تقول وانا ايضا ومش لازم على فكرة اقول اه انا ايضا ممكن تقول لك وانا ايضا وهو ايضا ومونة ايضا وهيسم ايضا واحمد ايضا واي حد ايضا يعني. لو الجملة مسبتة ناخد صور. وبعدين فعل مساعد وبعدين الفاعل. بس انا عايزك تفهم الفعل مساعد وفقا لمين للفعل ده زمن ايه مضارع ولا ماضي? انت قلت لي كم? ماضي. مستر كمان مسال معلش حضر يا باشا انا مجرد ما اطلب مني هتديك كمان مسال. عايف لو انت قلت لي سامي مسلا سامي. او على طول من غير قصدي. يعني سامي مشي بدري. غادر مبكرا. انت عايز تقول طب ما انا كمان مشيت بدري. خلاص يا باشا. هوط ليه نقطة. واقول والله ماضي. فانا اخد الفعل مساعد دد. وبعدين اي. طيب الطريقة التانية نعمل كمع. واعمل دد اي. الطريقة التالتة انك تقول دد اي. اذا انا عايزك تفهم كده لو الجملتين لو الجملة مسبتة ناخد مساعد فعل. هو لازم دد يا مستر لا والله انت عافية قلت لي سامي ليفز يبقى هنقول دو اي او داز شي. هو هي الكلمة دي معنى ايه? معنى ايضا. طب مش يا مستر هو ايه الفرق بينهم وبين اللي انت ظهرت هلي مرة واحدة على الشاشة دي هقول لك يا سيد الموضوع ما فيه ان ايه بتيجي بمعنى ايضا في اخر الجملة ما فيش حاجة بعدها. وتو بقى اخر الجملة ما غير حاجة بعدها. لكن لازم بعدها فعل مساعد ثم فاعل. طب النسبة لامين يا مستر? بالنسبة لسو. طب هو سو دي في الاسبات ولا في النافية اقول لك في الاسبات يا فندم. طب بالنفي طيب ملوش نصيب لا يا فندم لا نصيب. بص معايا كده. نقل بالصفحة دي كده وركز معايا. احنا انتفقنا قبل ما نبدأ كده ان احنا لو الجملة منفية ناخد نيزر. طب اديني جملة منفية. عايف لو انت قلتني مسلا. تامر. يعني تامر لم ينجح في الامدحان الاخير. طب ما انت عايز تقول طب وانا ما نجحتش انا كمان يعني هو تامر بس اللي خيب كلنا خيبين. فهتعمل بقى قدامك تلات طرق. ركز انك تحط لي نقطة. وبعدين تقول نيزر. والله دي ماضي. فهناخد فاعل مساعد دد. والفاعل مين? اي. طيب انا عايز اعملها الطريقة التانية ان نعمل كما? راحز. ونعمل نيزر. وبس وبعدين دد. وبعدين اي. الطريقة التالتة ان اكتب اند. نيزر. دد. اي. دولت كم طريقة? تلات طرق. طيب اعمل لك كمان مسال. حاضر خد كمان مسال مني بس اركز. جملة زي كده. لما قول لك مسلا سامح. سامح. بص بقى على الجملة الجميلة دي. بقول لك سامح. ده معنا ان سامح لا يزاكر. انت عايز تقول بص هو سامح ما بذكرش والله ولا انا. كلمة ولا انا دي يا باشا يعني نفي. والله نفي هنا يعني المفروض انك تستخدم نيزر. فانت عارف نفسك هتستخدم اكيد نيزر. وبعدين الفعل المساعد عندك دي هي الفعل المساعد الحمد لله. فهناخده النحال كده مثبت. وبعدين انت عايز تقول ولا مونة. يبقى السوق يبقى نيزر دز مونة. اتفقنا? انت ليه خدت هنا علشان الفاعل معي مونة. بس عايزة نبهك انك ممكن تقول سامح ما بذكرش ولا انا. يعني هنقول نيزر طبعا بدر الدز دي هناخد دو لان الفاعل مين اي. اللي انا عايز اوصله لك هنا بقى في الحتة الاخيرة دي انك على حسب الفاعل اللي هتستخدمه هنقول دز او دو. انت قلت لي مونة فناخد دز. طب لو قلنا اي يبقى ناخد دو. طب معناها اي نيزر دز مونة? معناها كده البام لاني سامح ما بذكرش والله ولا مونة. طب دي معناها ولا انا. طيب ده تمام. طب ما تنزل معي تحت كده نشوف الجملتين دول. بيقول لك سامح استنى كده لا 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 لا. سامح جملة جملة. مدام هم جملتين اتنين يبقى انت عامل حسابك انك تاخد مين كلمة واحدة من الاتنين دول. بص عشرة كده. مفاجأة هتظهر قدامك فجهة. فجأة بص كده. لما تكون معك جملة نفي. فممكن تاخد مساعد فاعل. طب جملة اثبات مساعد فاعل. طب لو هم جملتين اتنين بقى بناخد في اخرهم لو نفي. طب هم لو جملتين اتنين مسبتين ناخد في اخرهم طو. طب استنى كده. هو دول كم جملة? والله يسامح تستطي دي جملة. يعني كده كم جملة? جملتين. لو هم جملتين اتنين منفيين بقى ناخد فانا هستخدم له هنا كمان هستخدم لك كلمة طب معنى الجملة ايه مستفيد انا هسامح ما بيزاكرش. وانا ما بيزاكرش انا كمان. طيب تعالنا نشوف الجملة دي كده بقول لك علي بس وسكت على كده. علي دي جملة واحدة ومثبتة. خلاص مادامها جملة واحدة ومثبتة جملة واحدة ومثبتة فهياخد مين? هياخد صوت. خلاص يبقى انا هقول له هنا مين? طبعا صوت بلقوم مستفز شوية عشان انا رفزك. هناخد صوت. وبعدين والله هنا الفعل المساعد هنا كسفة كويس. مش كل ما قابلك حاجة هتقول لي سو دو اي وسو ديش عارف ضز هي. لأ ده لانا في فعل المساعد مين? هناخد من هنا ما يناسب الفعل اللي انت عايش تقوله. لو انت عايش تقوله وكذلك انا يبقى هتقول سو طب عايزة تقوله وكذلك نحن يعني عايزك تفهم ان الفعل المساعد اللي انت بتستخدمه هنا بيكون من نفس نوعي في الجملة ولكن بنصرفه على حسب الفاعل. طب معانا ايه دي معانا علي? بيكون جاد بمسي عمله وكذلك انا. طيب شوف كمان الجملة الاخيرة دي. علي برضو. طيب الجملة الاوامية دي هم جملتين اتنين. طبعا. المفروض انك زي ما انتواخد بالك ده. دي جملة. والتانية كده كمان جملة. يعني كم جملة دول? جملتين. انت قلت له لما يكونوا جملتين. لو نافي ايزر. طب هم دول اثباتوا على نافي. وقام يبقى لها مسبتين. ازا مدام الجملتين اتنين مسبتين فنعمل حساب ان هاخدته. فهروح لازق له هنا. وخلص الموضوع. انت عارف قولا واحدا واختصارا شديدا هحط لك دي جده. ويارد تعمل اسكينين شتك الجميلة بعد ما تعمل لايك. اول انك تشتريك في القناة يعني يخليك شطر كده. اول حاجة عاية تفهمها انك انت لو معك جملة واحدة منفية خل نيزر مساعد فاعل. طب جملة واحدة من اثبات مساعد فاعل. طب جملتين يبقى انت هتلعب في المكان ده هنا كده. ولو جملتين منفيين يبقى ايزر في الاخر وانا ساكت ما جيبش بعدهم حاجة برضو. اتمنى ان الموضوع ده يكون مفيد بالنسبة لك. طب ما تيجي ناكد الفكرة ونحل الجملتين اللي انا كتبتوهم دول خسارة يعني. اول واحدة بقول لك سامح اس ناط طول. سامح ليس طويلا. عايز استخدم يا ترى حاجة اكمل الجملة. الطبيعي انك هتقول سامح ده مش طويل ولا انا كمان طويل. والله اس ناط ده نفي فاكيد اني استخدم مين يا شباب? هنستخدم نيزر. والله هنا فيرب تو بي اماني كانت زكية زمان يعني تقريبا بطلت فهنقول اماني هنا الفعل المساعد معي طب هو انت هتقول هنا يا ترى هتقول ولا هتقول يعني هتقول ولا هنفكر في هروح انا اجيب لك الورقة دي تاني وهدتها قدامك وقول لك افهمها بقى مدامها جملة واحدة بس من فيا ناخد زي جملة واحدة بس مسبتة يبقى ناخد وليه قدامي جملة واحدة بس ومسبتة فانا هستخدم مين استخدم انت عايز تقول ايه ولا وكذلك انا هيبقى سو ووز اي استنى يا مستر انت ليه هنا قلت ووز ما انت دايما بتقول ام ما انا هقول لك اسلي ام دي مدارع وفقا للفعل المدارع هنا هنا ماضي فهيقض برضو فعل مساعد من الماضي من نفس نوع الفعل اللي هو ووز تبدأ معناها يعني يا مستر ان انا ممكن اقول دد طب ما هي دد ماضي ووز ماضي هقول لك يا سيدي احنا بناخد فعل مساعد هنا من نفس نوع اللي في الجملة دي هنا فانت حضرتك لازم تاخد اتفقنا يعني لازم تاخد من نفس الصفحة بتاعته يعني هتمنى ان فكرة وايزر وايزر وتو وسو تكون واضحة معاك لو ما واتحدش اكتب لي في او ابعت لي اسئلتك وانا معاك اقعد تكون مش مشترك معنا في جروب التليجرام هيفوتك كتير بص بقى الجملتين دول كده ننهي بهم الفكرة واتمنى ان الموضوع ما يكونش صعب بالنسبالك عايزك تفهم ان ده انجليزي محتاج فهم مش محتاج حفظ ثانيا بعد ما تحفظ بعد ما تفهم تحفظ بص معايا على اول جملة تقولك كم جملة دول جملة واحدة ومدام بهم جملة واحدة يبقى ان ها ایه انها اما نيزر مساعد فاعل يا اما سو وساعد فاعل اتفقنا? طيب هي موفية ولكن المشبه الا فيها لحظة كدا يا مسة بقولي شيء والله هي مدام يبقى منفية. ومدامها منفية ناخد مين? ناخد hustاي ولا اي ام سو ولا ولا نيزر ام اي. في حاجات كده انت محتاج تشطب عليها اللي انك عارفها هابدة. زي مسلا ايزر ام اي. ما فيش حاجة اسمها ايزر ام اي. المفروض ان ايزر بتيجي اخر الجملة وما يكونش بعدها فعل مساعد. ثانيا ما فيش حاجة اسمها اي ام سو. المفروض كنا نقول سو ام اي. انا اشك في دي ماشي لكن ما شكش في دي. ليه لان احنا بنجيب الاول سو والبعدين المساعد وهنا الفاعل. فدي برضه هابدة. انا قدامي حاجتين. سو ام اي. وقدامي نيزر ام اي. بس انا ساكر وشاطر وعارف ان لو الجملة اثبات هياخد سو ام اي. ولو نفي هياخد نيزر ام اي. هو انا الجملة قدامي نفي. خلاص يا عمي ما دام هنفي. بقى انت محتاج نيزر مساعد فاعل. فعشان كده هتختار مين زي الشطور كده? نيزر ام اي. دي جملة. في مشاكل? لا ما فيش مشاكل. معلش استحملني كده انا قطلت النفس فيها لاني انا بوصلني وابل من الاسئلة على الموضوع ده. الناس بيطلغبت فيها ليه مع انها بسيطة مش عارف. ولكن ولا يهمك. اطلغبت وابعت لي. تعالي انشطت الجملة التانية دي كده. انا الجملة دي حاولت اخرج منها عن عن المألوف في الجملة زي كده. طب ليه لان اللي بيحط امتحانك اكيد عارفك حافظ حاجة معينة فبيقابلك من ناحية التانية بحيث ان هو اللي اخبطك. بيقول لك سيارة نقط وبقول لك اختار تختار ايه هنا يا شاطر يا ترى? هتختار ازنت ولا 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 مستر انت بتفتي يا مستر. ليه? دول كام اختيار واحد مين تلات اربعة خمس. خمس اختيارات يا مستر هما مفوضة اربعة انت غلطت ولا ايه? لو والله ما غلطتش. بس انا عايزك تفهم حاجة ان في اختيارات من دي انا بمجرد النظر هنزل اروح اقاطع الورقة من عندها. على سبيل مثال ما فيش حاجة اسمها دي انت بي. انت بتفتي يا دعا. ما فيش حاجة اسمها دي انت بي. دي بش موجودة. احنا ما فيش حاجة اسمها دي انت بيه في الانجليزي ابدا. ولو يوم الايام اللي قيتها في الاختيارات تعالي نازل شايلها من الاختيارات رميها بره في الشارع او من الشباك. ده رقم واحد. الحاجة التانية دي برضو هشطبها من هنا كمان هي غلط تماما. ليه يا مستر? ما فيش حاجة اسمها وبعدها زرفي يا حبيبي دي لازم يكون بعدها دايما وإلا ترميها وما ينفعش تستخدمها. بقي معاك افهم بقى حاجة كده هو جاب لك هنا مين? ايه ده كده? انت بتاخد نيزر مساعد فاعل. لو الجملة ايه? نفي. قشت عليك. رفع عليك. طب يا اما هو دي نفي. يعني خلاص استبعيدنا وز لان احنا محتاجين نفي. ما هزنت نفي يا مستر. يا حبيبي انت بتقول لي هنا نيزر يعني مفروض كان هنا مين? كان هنا وزن. ثانيا لو انت ركزت وخدت بالك اصلا الجملة فيها انا عايز اوصل لك بالجملة دي فكرة ان الراكل في الامتحان وهو بحط لك الامتحان يعني عامل حسابه ان ك حافظ. ان النفي ناخد معايا نيزر وز اي. طب خلاص يجيب لك نيزر وز اي واختار اكيد تختار له مين? نفي. طب ما هو الاتنين دول نفي. ماشي ما انا هاخد ووس انت عشان يستر ديه موضي وانت مش اخد بلك ولا ايه? تعال انا شوف بقى الفكر اللي بعد كده. الفكرة التانية في الفيديو ده هي الاتية. الفكرة انك استخدام كلمة عايزك تفهم كويس وتعرف ان كلمة دي لها معاني وفقا لشكلها اللي استخدمته فيه. فلو انت استخدمتها كده بس من غير اي حاجة تاني من غير الاس ولا اللي قبلها دي. فكلمة هنا معناها ورق. طيب يعني ايه معناها ورق يا مستر? اقول لك والله يبصي الورق ده بيصنع من الخشب. خلاص خد بيبر. هقول لك بص انا ما بحبش اكتب على الورق. يعني ممكن اقول لك انا ما بحبش اكتب على ورق يا عم بحب اكتب على الخشب وعالحطان انا عايز كده فاشل يعني. فكلمة هنا معناها الورق عموما. هقول لك ايه بيبر 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 بص والله الورق المصنع في الصين ده هنا الورق المصنع في الصين ده ماله ورق ناعم. فكلمة معناها دايما يا شباب ورق. طيب نفترض ان هو بقى اجاب لك بيبر دي بشكل تاني. لو قل لك مسلا في الجملة عايزك تفهم اني دي كده اصبحت اسمي يعد بمعنى جريدة او مستند. طب لو اجابها لك جامع بقى ما هو ما خلاص مادم فتحناها خلاص بقى جامع كده دي بقى معناها جرائد ومعناها مستندات. ركز في الكلام ده لو انت قلتها بيبر بس من غير يبقى دي معناها الورق عموما. طب لو انت قلت او بيبر فده معناها جريدة او مستند جرائد او مستندات. عارف انا او ممكن اقول لك يو كانت يو كانت ليف وزاوت ما ينفعش انك تمشي وتسيب البلد يعني وزاوت يور ما ينفعش تمشي وتسيب البلد من غير مستنداتك او اقول لك ماي داد يعني ابي ليفت مي يعني ساب لي ترك لي اخد بالك الجملة معناها ان ابي ترك لي مجموعة مهمة من المستندات قبل وفاته. فاخد بالك بقى من الفكرة الكويس ان معناها مستندات وجرائد. يعني جريدة. ممكن اقول لك او او يوميا. تمام كده? طيب. افترض ان انت بتقول لي بصة او سمحت ورق اكتب لك فيها رقم تليفوني ويرنا عليها لما تحتاجني. هنا في الحالة دي هقول لك ايه بقى? هقول لك ايه يا ترى? لا. ليه? يعني ورق. هتلميلي ورق الدنيا كله وتدهولي. لما ينفعش. طب هقول لك ينفع. هقول لك الدنيا جريدة. يعني اكتب لك فيها رقم تليفوني. طب اقول لك وهاتهال عشانك تلقى التليفوني. لا في الحالة دي هتقول لي اشيت او بيبر. اشيت او بيبر دي يا سيدنا كده معناها فرخ ورق. فعشان كده اقول لك انا عايز اكتب ايه رقم تليفوني فاقول لك اشيت او بيبر. طيب بص. انا عايز اقول لك بص الرسالة وصلتني على اه فرخ ورق. فاقول لك. اذا باختصار شديد عشان ننهي بقى دي معناها ورق ومعناها آآ مستند ومعناها جريدة. لو انت كده معناها مستندات وجرائد. طب لو انت بس معناها الورق. الورق بيصنع من البلاستيك بيصنع من الخشب الورق. طب لو انت كبتها بقى فدي معناها فرخ ورق. اتفقنا? اتفقنا. بجده هنكون خلصنا الفكرة الفيديو ده ان احنا ميزنا بين اكتر من حاجتين بيلاخبطونا. استناني بقى في باقي السلسلة معك على طول الفيديو التاني اللي بعد ده جاري رفعه. يعني انت تابعني دايما دايما ان شاء الله مع بعضنا هننزل فيديوهات كل يوم ويوم على الاكثر. اتمنى انك ما تنساش تعمل اللايك وما تنساش تعمل سبسكرايب القناة. كان معكم مستر هيسم كمال بالتوفيق ان شاء الله.